اهلا بكم مشاهدين الى حلقة كوشك الصحافة ونطلع بداية اهم ما قالته المواقع الاخبارية اليمنية الكثير من القرى تحولت الى تقونات عسكرية ومواقع حرب للميليشيا اصبحت قرى مهجورة لا حياة فيها السبب يعود بحسب موقع دن تايم الى سياسة ميليشيا الخثي في تعاملها مع الاهالي حيث عنوان الموقع تهجير الميليشيات لمائتين وخمسين اسرى من قرية الصيار بتعز ويصف الموقع هذا التصرف بانه اجراء بربري جاء في وقت تستمر فيه الميليشيات بارتكاب حرب ابادة ضد ابناء مديرية الصلو ووفقا لما اكدته مصادر محلية فان غالبية تلك الاسر نزحت الى قرى ومديريات مجاورة فيما البعض منها في طريقها الى محافظات اخرى مستنجدة باقارب لها يقيمون في تلك المحافظات وخصوصا في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة وينقل الموقع شهادة احد الناشطين الحقوقيين في المنطقة والذي قال بحسب المعلومات التي حصمنا عليها فان البعض من تلك الاسر المهجرة والتي نزحت الى قرى ومديريات مجاورة مثل حيفان وبني يوسف اضطرت الى السكن في بيوت مهجورة ومن الحديث عن التهجير الحاضر الى الحديث عن عدالة المستقبل المنشود حيث علق موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية مطالبات بوقف خطاب الكراهية والبدء بمسار العدالة الانتقالية في اليمن واوسط ندوة نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان حول العدالة الانتقالية واهميتها في تحقيق السلام في اليمن في العاصمة السويسرية بضرورة البدء بمسار العدالة الانتقالية وتفعيل دور المجتمع المدني ووقف خطاب الكراهية ومسار الحرب ذات الطابع المذهبي ودعت الندوة الى وقف الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون كما دعت المجتمع الدولي الى دعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة الانتقالية وانصاف الضحايا وجبر الضرر وطلب المتحدثون بانشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والعمل على دعم مسار التحقيق الوطني وفق المعايير الدولية ودعم اللاجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الانسان بهدف انصاف الضحايا المخرج الممكن والآمن لليمن تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب في اجزاء من مقاله وقع الحال والتداعيات التراجيدية في الساحة اليمنية اضافة الى كامل المتغيرات التي افرزت الحقيقة الموضوعية الراهنة والماثلة كل هذه الحقائق التي تبرز بل وتمهد للحل السياسي الممكن والواقعي ومن دون ذلك الحل ستستمر التراجيدية الانسانية وسيبقى اليمن مرتهنا لامراء حربه ولصوص امواله ومدمر بنيته الحل العاقل في ظل الظروف الراهنة يتمثل في استعادة مقدمات وحدة مايو اليمنية الفاشلة ففي مايو ايار 1990 اندفع نظاما صنع وعدا نحو وحدة اندماجية ادارية ودون ما تشاور مع الذاكرة السياسية الاكثر نضجا ووعيا وبتقاوز اجرائيا لجملة المرئيات التي كانت ترى في الصيغتين الكونفدرالية والفيدرالية الطريق الاسلم لتحقيق حلم الوحدة خارج نطاق نظامي عدن وصنعاء الشموليين كانت الرومانسية السياسية رافعة اساسية في قبول عدن بالوحدة الاندماجية فيما كانت البراغماتية المكافيلية رافعة نظامي صنعاء في الذهاب الى الوحدة فقد حرص نظام الجمهورية العربية اليمنية في جمال اليمن على اعتبار الوحدة المقدسة منطلقا لتصفية حساباته مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جنوب اليمن وقد ظهرت تلك الحقيقة منذ بدايات تشكيل ما سميت انذاك بوزارة الوحدة حيث حرص ارباب السياسة في صنعاء على تفريغ الوحدة اليمنية من مضامينها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وصولا الى مباشرة الاغتيالات ونشر المفاسد المالية وتعميم نموذج الدولة التي ارادها صالح ومن معه منذ تخلصهم المجرم من الشهيد رفيع المقام الرئيس ابراهيم الحمدي ما الذي يفعله وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في مصقط بعد فشله في جلب تأييد دولي يعلق موقع يمن مونتر ان هناك دبلوماسية دولية خفية تنشط في مصقط لبحث حل الازمة اليمنية ووفقا للموقع فقد نفت جماعة الحوثي المسلحة تلقي اي خطة امريكية للسلام في اليمن في وقت تدور مشاورات دبلوماسية غربية خفية في مصقط مع الحوثيين وصالح ويبدو انه احد اسباب تأخر عودة الوفد الى العاصمة صنعاء ويعود الموقع للحديث عن ما كشف عنه وزير الخارجية الامريكي جون كيري قبل ثلاثة اسابيع عن خطة دولية لحل النزاع اليمني تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون وانسحاب مسلحي الحوثي من صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة لطرف ثالث لم يتم الكشف عنه قال مصدر دبلوماسي خليجي مطلع على تلك المشاورات ليمن مونتر ان جهودا دبلوماسية تقودها المانيا وممثل الاتحاد الاوروبي الى جانب سلطنة عمان والجمهورية الايرانية ولقاءات مكثفة مع الخطيين وحزب صالح من اجل التوصل الى حل ينهي الازمة عن عودة العملية التعليمية الى المدن المحررة علق موقع الصهاري جنيونز وقال نائب وزير التربية يدعو الادارات المدرسية الى مباشرة اعمالها يوم غد في جميع المناطق المحررة ويقول الموقع في التفاصيل دعا نائب وزير التربية والتعليم والقائم باعمال وزير التربية عبدالله لملس للادارات المدرسية الى مباشرة اعمالها وفتح المدارس واستقبال الطلبة والطالبات المتقدمين للتسجيل في جميع المناطق المحررة اعتبارا من اليوم وقال لملس ان الدراسة الفعلية ستبدأ في يوم 25 سبتمبر 2016 بحسب التقويم المدرسي الذي تم اقراره في وقت سابق مطالبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظات المحررة الى التدشين العام الدراسي الجديد المغيبون عن الحرية تحت هذا العنوان كتبت فكرية شهر مقالها المنشور في يمن مونتر وقالت الكاتبة يقال ان عيدا مر من هنا فهل التقى به كل ابناء الوطن بذات الروح؟ لا اظن انه مثل لكثير من الاسر عيدا يستحق الاحتفاء او الاستقبال بالفرح بل صار مناسبة للحزن والبكاء في غياب افراد من هذه الاسر بالموت او الاعتقال فالمغيبون عن الحرية في المعتقلات اولئك الموؤودون عن الحياة بلا سبب ولا زمن محدد ولا مخرج واضح يبدو في افق ملبت هم جراح الوطن النازف بكل الجراحات هم العيد الغائب عن قلوب اطفالهم وامهاتهم ونسائهم عار علينا ليأتي عيد اعيادنا ذكرى ثورة الحرية والكرامة وما زال في سجون الائمة احرار يضرب في حلوقهم القيد باي وجه اقابلك يا ايلول عزتنا وقيد الذل في احشائنا ينغرز هم وصمة التخاذل في جباه كل مؤمن بقدسية الحرية فلجأ للصمت خوفا او تواطئا والصمت علي الحقي احقر انواع الضعف السجون التي تكتبه بمعتقلية الكلمة والموقف هي اوضح الادلة على تراجع قيمة الحرية في نظر حكامنا الجدد القدامى وامتهان الكرامة هي ديدنهم ما دامت نظرة الاستعلاء والفوقية الاستفائية منهجهم وإلا فبأي حق تكمم الافواه وقد ولدنا احرارا سوية فكيف لا ينبض سبتمبر الحرية فينا جيلا بعد جيل مزيحا في طريقه ادران الامامة كلها فعذرا سبتمبر المجيد انجئتنا والقيد في حلوقنا والظلم قد انغرس مليا في حياتنا عذرا اجدادنا العظام الذين اراقوا دماءهم بسيف الجلاد من اجلنا فلم تهنوا ولا فرطنا انا على خطاكم لن نحيد عن سبتمبر العظيم وسيشرق فجره من جديد موقع المصدر اونلاين عنوان حول اخر التطورات الميدانية وقال الحثيون يقصفون منازل سكنية بمدينة الحزم في الجوف بصواريخ الكاتيوشا ولا ضحايا وعنوان من الحج تصاعد وطيرة المعارك في بلدة كاري الشمال محافظة لحج بين الحوثيين والقوات الحكومية وفي شأن الاخر هذه يواجه وزراء الحكومة بالعودة لليمن وادارة الوضع من المحافظات المحررة ومن مارب تشيع جثمان قائد الشرطة العسكرية في مارب ونذهب الان الى موقع التغيير نت لمطالعة اهم العناوين التي اوردها الموقع منتسب وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثي يطدرون البيانة رقم واحد بشأن تأخر صرف مرتباتهم ومن العنوين ايضا واشنطن تقترح تهديئة لاثنين وسبعين ساعة والانقلابيون يضعون شروطا كما عنوان الموقع ايضا رئيس هادي يوجه الحكومة بادارة الوضع العام في المناطق المحررة ومن تعز خسائر متوالية للانقلابيين بجبهات تعز والاهالي يترقبون وعود المنظمات الاغاثية وجاء في الموقع ايضا ضبط اسلحة ايرانية جديدة كانت في طريقها الى الحوثيين ونذهب الى فاصل قصير قبل ان نعود لنطالع اهمة قالته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم وشاهدنا الكرام ونطالع ابرز واهم قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العرب الجديد والتي عنونت في الشأن الاقتصادي توقعات بخفض جديد للريال اليمني يتوقع مصرفيون في اليمن ان يقدم البنك المركزي على خفض جديد للعملة المحلية لتقليص الفجوة الكبيرة بين السعر النقد الاجنبي في السوقين الرسمية والموازية الذي نتج عنه هروب العملات الصعبة من المسارات الحكومية وقال مسؤول باحد المصارف التجارية للعرب الجديد المؤشرات تؤكد ان البنك المركزي اليمني سيقدم على خفض جديد للريال امام الدولار لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية اي السوداء وقال خبير مصرفي تحدث للصحيفة عمليا لن تجد السياسة النقدية سبيلا لالغاء او لتقريب الفارقي بين السعرين غير تخفيض قيمة الريال اليمني مرة اخرى صحيفة القدس العربي تابعت احتفائية الامم المتحدة باليوم الدولي للسلام وعنونت في عددها اليوم حنان وتوكل كرمان في احتفال اليوم الدولي للسلام في الامم المتحدة وافتتح الاميد العام للامم المتحدة احتفالات اليوم الدولي للسلام في مقر الامم المتحدة ذلك بقرع جرس السلام المقام في الحديقة اليابانية امام مبنى الامانة العامة وكان من بين المدعوين للاحتفالات الفلسطينية حنان الحروب والتي فازت بجائزة أفضل معلم في العالم واليمنية توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011 والإيرانية شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2003 كما كان من بين ضيوف الشرف الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابيريو سفير الأمم المتحدة للسلام والبيئة وتورد الصحيفة ما قالته اليمنية توكل كرمان في الأمم المتحدة إن الناس في بلدي ومنطقة يعيشون تحت حكم طغات مدعومين من دول عظمى أطالب هذه الدول بالتوقف عن دعم هؤلاء الطغة وتابعت كرمان أنا من اليمن الذي يعاني الويلات من الحرب بعد ثورة سلمية مجيدة كنا ننشد سلمية ثورتنا في هذا اليوم أطالب أن تتوقف إيران عن التدخل بشؤون اليمن والمنطقة العربية وأطالب ميليشيات الحثي وصالح بوقف انقلابهم ووقف إطلاق النار وأن يعمل الجميع من أجل التوصل إلى حل سلمي أما المعلمة الفلسطينية حنان الحروب فتحدثت في كلمتها عن طفولتها في مخيم للاجئين الفلسطينيين والفقر والتحديات التي واجهتها كلاجئة وأضافت أقول لكم لا تسقط الأمل من نفوسنا كمعلمة تحمل معها آمال معلمي العالم أجدد التأكيد على أن رسالتنا هي رسالة محبة وأمل وطموحنا أن يسود العدل وأن تنعم الأجيال الصاعدة بفرص العيش الكريم طالبة يمنية حازت على مركز متقدم في نتائج دراستها في كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز في السعودية تكتب عن لحظات تلقيها الخبر وتزامنه مع مأساة بلادها وتقول الطالبة صباء العفيف في مقار أعاد نشره موقع يافز ياثع نيوز وقالت الطالبة أن تكون طالبا متفوقا طوال سنوات دراستك ولا تجد الحفاوة اللائقة من محيطك فهذا أمر يجبرك الواقع المر على الاعتياد عليه ولكن أن تتخرج من الجامعة تحمل الامتياز في القانون مع مرتبة الشرف الأولى ولا يغير هذا من الأمر شيئا فيا لحجم إحباطك وأسئلتك الكثيرة الحائرة في محادثة ودية مع مشرفة الشؤون التعليمية بكلية الحقوق تخبرني بشكل عابر أنني أول طالبة يمنية تحصل على أعلى معدل في كلية الحقوق وتكون الأولى على دفعتها ضمن أوائل جامعة الملك عبد العزيز الحكومية بجدة نعم سهل من العواطف المتضادة اجتاحني أعلم بتفوقي وأنني الأولى ولكن أول طالبة يمنية لما لم أعلم بهذا من قبل لما لم تخبروني به عندما استلمت وثيقتي لما لم تعلم الملحقية اليمنية بهذا لما لم أسمع مبروك شرفتي بلدك ولو من أصغر موظف بوزارة التعليم العالي كيف أوصل هذا الخبر الآن ولأي شطر أنسب هذا النجاح وبإسم أي يمن ومن سيكترث به في خضم الصراعات السياسية والمناطقية والحزبية كيف أستعيد اللحظات التي مضت قبل علمي بهذا تصدرت المركز الأولى في وقت صعب وتخصص صعب كيف تمر هذه الصعب مرور الكرام شكرتها بأحرف صفراء كابتسامة ذابلة على وجهي وردت بيني ونفسي لم أكن أدري أنني أول طالبة يمنية تصبح الأولى على كلية الحقوق بل اليمن بكل ما فيها لا تدري قالت ناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز العقيد الركض منصور الحسان للشرق الأوسط إن المواجهات ما زالت مشتعلة بأغلب جبهات القتال في تعز وعلى مدار الساعة بما في ذلك المواجهات الليلية أيضا التحاول ميليشيات الخطي والمخلوع الصالح التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادة المواقع التي تم دحرهم منها وأضاف تكبدت الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات وقتل منها قيادات حوثية آخرهم قائد الميليشيات الانقلابية في منطقة الربوع وسوقها وأكد العقيد الركن الحساني أن الميليشيات الانقلابية أصبحت تعاني جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها من انقسامات وانشقاقات كبيرة داخل صفوفها وأصبحت حالتها المعنوية متردية وتقترب من الانهيار نتيجة كثرة سقوط القتلى والجرحة غير المحسوبة من قبل قياداتهم التي تسوقهم إلى المجازر وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي جاء فيها نظر انتفاضة شعبية ضد الانقلابيين في صنعاء وخمس محافظات وفي التفاصيل قالت الصحيفة يخشى الانقلابيون من خروج الأوضاع بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم القسرية عن السيطرة لاعتبارات لا علاقة لها بمسار الحرب المحتدمة التي تتجه للتعزيز تقدم قوات الشرعية ولكن لتنامي حالة الصخط والاحتقان والغضب الشعبي وتطورها إلى انتفاضة عارمة تتابع الصحيفة وشهدت صنعاء وعواصم محافظات إبو ذمار والحديدة وحجة وعمران تصاعدا ملحوظا لمذاهر الصخط والغضب الشعبي من خلال إصدار بيانات تضمنت تهديدات صريحة بالاحتجاج على سلطة الأمر الواقع وأضافت الصحيفة الحثيون فاشلوا بشكل ذريع في إدارة وتيسير الشؤون العامة في صنعاء والعديد من المدن الأخرى التي لا تزال تخضع لسيطرتهم القسرية وتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي اهتمت بالشأن اليمني ومن العنوين التي أوردتها في صفحتها الرئيسية تحقيقات بغرق باخرة في ميناء المكلة وفي تفاصيل الخبر تواصل السلطات الأمنية في محافظة حضرموت تحقيقاتها في حادثة غرق باخرة بنمية تحمل مواد غذائية بالقرب من ميناء المكلة يوم الأربعاء الماضي وسط نفيا من أن تكون حادثة الغرق أثرت على الممر المائي للميناء وأفاد المهندس سالم علي بأسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي أن حادثة غرق السفينة البنمية كانت بسبب وجود تشقق من جانب المحركات بطول مترين وأن هذه التشققات أدت إلى ميلانها وغرقها مصادر أمنية في الميناء قالت أن الباخرة التجارية وصلت من سلطنة عمان إلى الميناء بحالة جيدة وأن غرقها جاء عقب صدور توجيهات أمنية بإجراء تفتيش دقيق للباخرة فور رسوبها في الرصيف وتم إبلاغ طاقم الباخرة بسماح لهم بالدخول لحرم الميناء إلى أن طاقم الباخرة أطلق نداء استغاثة في الساعة الثالثة فجرا لتغرق الباخرة عقبها بساعات تزامنا مع انتهاء مناسك الحج وعودة الحجج إلى ديارهم نشرت صحيفة الشرق الأوسط صورا من الماضي قالت إن تاريخها يعود إلى ما قبل ثمانين عاما من الآن لما كانت عليه مكة وزوارها في ذلك التاريخ نعرض هذه الصور في جهلتنا المصورة لهذا اليوم ونتابعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر